السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكعربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits وننتهي اليوم إن شاء الله مع الجزء الثالث أو الطريقة الثالثة وهي طريقة Source Transformation بمثال آخر وفي هذا المثال المطلوب مني باستعمال طريقة Source Transformation وهنا يجب الانتباه في الأسئلة إلى أي طريقة وضعت في السؤال هنا هي الطريقة طريقة Source Transformation المطلوب واستخراج قيمة الجود في المقاوم 8 Ohm وبالتالي عند تطبيق هذه الطريقة وفي خلال التحويل من Voltage Source إلى Current Source أو العكس يجب عدم لمس هذه البرانش لأن المجهول موجود في هذه البرانش إذن ألاحظ أولاً أن في أقصى اليمين عندي مصدر جهد مع مقاومة Series سأحولها بهدف تبسيط السوركت إلى Current Source ومع نفس هذا المقاوم لك سوف يصبح Parallel قيمة ال Current هنا ال I هي قيمة الجود على قيمة المقاومة وبالتالي 4 Ohm ألاحظ كذلك هنا عندي مصدر طيار مع مقاوم Parallel سأحول مصدر الطيار مع المقاومة Parallel إلى مصدر جهد ونفس هذه المقاومة كانت Parallel تصبح Series قيمة الجود هنا ماذا تساوي هي قيمة الطيار ضرب قيمة المقاومة قيمة الطيار هي 3 قيمة المقاومة هي 4 فقيمة الجود إذن 12 Volt إذن هنا أمر إلى الخطوة الثانية لتبسيط السيركوت هنا إذن ماذا عندي عندي المقاوم 4 Ohm و 2 Ohm Series ماذا سوف أفعل سيقع جمعهم في مقاومة قيمة إذن 6 Ohm هذا المقاوم 6 Ohm Series مع مصدر الجود سيتحول إلى مصدر طيار قيمة الطيار هي قيمة الجود على المقاومة 12 قاسم 6 يعني 2 إمبير و نفس هذا المقاوم Series سيتحول إلى مقاوم Parallel قيمته 6 Ohm إذن ألاحظ هنا عندي البرانش 6 Ohm و 3 Ohm Parallel سيصبحان برانش واحدة هي الضرب على المجموع فتصبح إذن 2 Ohm هذه البرانش لا تلمس كما قلنا في الأول بقي عندي current source قيمة 2 إمبير current source أخرى 4 إمبير 4 ناقص 2 فتساوي 2 إمبير لا ننسى السؤال هو استخراج قيمة الجود في هذه البرانش باستعمال قانون الـ Ohm الـ V0 وهي قيمة المقاومة فارب قيمة الطيار الذي يمر الـ current الذي يمر في هذه البرانش إذن عندما وصلنا إلى هذا السيركت البسيط سهل جدا أصبح الآن استخراج هذا الـ current الذي سمعته I إذن باستعمال قانون الـ current division قيمة هذا الطيار هو قيمة الطيار السورس ضرب المقاومة البعيدة الـ 2 على المقاومة الأولى والمقاومة الثانية فتحصل على قيمة الطيار هي 0.4 إمبير وبالتالي استخراج الـ V0 وهي المطلوب من السؤال هي قيمة المقاومة ضرب التيار إذن ثمانية ضرب I فقيمة الجهد بالتالي في البرانش ثمانية أوم هي ثلاثة بغير ثلاثة VOLT ترجمة نانسي قنقر